أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا على يوم الأربعة سبعة أربعة سبعة نيسان القمر موجود ما زال في برج الدلو في منزلة سعد الأخبية وهي الحماية والضرر والضفر والعقد ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 22.25 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش من صباح يوم الأربعة لا ينتقل القمر من منزلة سعد الأخبية لمنزلة المقدم وهي للخير والثبات والسلامة والمحبة طبعا بما أن القمر موجود بالدلو رح يظل ساعات المساء فتأثير القمر رح يكون على أغلب الأبراج زي ما حكينا في الأيام الماضية أنه منشعر بالفترة هاي أنه بحاجة ما السهل للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا يبي تصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من أنه عاطفي ووسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخل تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة شعر مثلا أو شراء جهاز إلكتروني أو تجربة طعام جديد طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم عنا إحنا ثلاث زوايا الزاوية الأولى تثليث إيجابية رح تكون بين القمر والمريخ وهاي رح تكون في تمام ساعة وحدة وخمس وخمسين دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تزديث إيجابية بتكون بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة ثنتين وثلاث واربعين دقيقة صباحا بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون في تمام الساعة عشرة واربع دقائق ظهرا وهي آخر زاوية قبل خلو المسار فهي زاوية تأثيرها أنه منهتم بشكل كبير بين مشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية وزي ما حكينا إنه تبدأ خلو المسار الساعة عشرة واربع دقائق ظهرا أو قبل الظهر وبتستمر لغاية الساعة ثمانية وتسعة وعشرين دقيقة مساء يعني طول اليوم في خلو المسار وهذا يعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد يعني من ساعة الظهر لساعة المساء أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواجة أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار يعني اللي كنا ناويين عليه إنه من نعمله قبل خلو المسار وإجت الوقت خلو المسار ما في مانع إنك أنت تكمله ولكن إنك تنوي على شيء وتعمل فترة خلو المسار هذا شيء إحنا ما مننصح فيه القمر الساعة ثمانية وتسعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بيكون استقر في الحوت يعني بتوقيت الأردن الساعة 11 نصف عشان هيك اليوم ما رح نحكي عن تأثير الانتقال منحكي عن تأثير وجوده في الدلو وبكرة منحكي عن تأثيره كأنه انتقل وأنهى انتقاله للحوت طبعا بما أنه القمر رح يكون موجود في الحوت فخلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة تسعة أربعة رح يبدأ فيه تمام الساعة 11 و 47 دقيقة مساء وبيستمر لليوم التالي أي ليوم السبت حتى تمام الساعة 6 و 11 دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها القمر إلى برج الحمل يعني أي عمل يكون تقوم فيه أو زواج أو ارتباط في ساعات النهار ما فيه أي مشكلة ولكن أنه العمل خصوصا الناس اللي في الجزء الآخر من الكرة الأرضية اللي بيكون عندهم نهار فهدولا بدهم ينتبهوا نخلو المسار بيبدأ عند منتصف الليل بتوقيت الأردن بتوقيت جرينتش وبيستمر للساعة 6 تقريبا صباحا يعني بتوقيت الأردن الساعة 9 الصبح أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار الهلال 24 يوم فيه تمام الساعة وحدة صباحا وحدة ودقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بيصبح 25 يوم نسبة الإضاءة بتصير 20% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم طبعا الشمس في الحمل حتى يوم 19 أربعة ولكن اليوم مزاجها سعيد بنسبة 70% القمر زي ما حكينا هو في الدلو بده ينتقل في مرحلة انتقال ما بين الدلو والحوت ورح يستمر في الحوت لغاية 10 أربعة ولكن اليوم هو في الدلو نسبة ساعاته اليوم اتصل لمية في المية لأنه زوايا إيجابية لموجودة فهذا يوم يعتبر من الأيام المميزة أما بالنسبة لعطارد في الحمل حتى يوم 19 أربعة هو سعيد بنسبة 30% الزهرة في الحمل حتى يوم 14 أربعة سعيد بنسبة 45% المريخ في الجوزاء حتى يوم 23 أربعة سعيد بنسبة 15% المشتري في الدلو حتى يوم 13 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23 خمسة منتحس بنسبة 10% أورانس في الثورة حتى يوم 20 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 27 أربعة بعدين بيبدأ عملية التراجع هو سعيد بنسبة 15% فزي ما لاحظتوا كل الكواكب سعيدة مع عدد زحل هو الوحيد المنتحس ونسبة انتحاسته قليلة وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يطلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة حاول انك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم شيء انك ما تبقى وحيد وحاول انك تخرج للقاء الناس ولكن بدك ننبه انك تحاول تنجز كل الأشياء المهمة وضرورية اليوم لأنه في ساعة المساء القمر بنتقل للحوت يعني بصير في بيت متعبك في الفترة بتصير سلبية برج الثور بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل واليوم هذا مناسب للي بيبحث عن عمل حاول انك تقدموا أفضل ما لديكم لعلكم تحققوا إنجاز أو تحرزوا تقدم الفترة هاي فيها نوع من أنواع المفاجأة ممكن تظهر لك بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك انك تكون على قدر المسولية الفترة فيها نوع من أنواع الصعوبة ولكن انها مع إيجابية الكواكب هاي فالفترة فيها أشياء إيجابية برضو لصالحك برج الجوزة بتنشطوا اليوم في مسائل إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو ممكن تشاركوا في حفلة أو ورشة عمل وبرضو بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزز العلاقة معهم ممكن اليوم تلتقي بوجوه وآراء وثقافات مختلفة الأجواء اللطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء جميل ممكن اليوم أنك تعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية الفترة هاي مثمرة على جميع الأصادي وبرضو ممكن اليوم تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالامتحانات أو بالأوراق القانونية وممكن تكون لصالحك برج السرطان بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة ومن جهة ثم فرصة لمكسب بيجي يا من شراكة يا من تعويض ولكن من جهة أخرى بتكو تحذروا من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل حاول أنك تسارع لتقريب وجهات النظر أو المصالحة باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولا بق ممكن اليوم تناقش موضوع إرث أو موضوع مالي وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالعائلة أو بصحة أحد أفراد العائلة أو أمور روحانية برج الأسد برج الأسد ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم واليوم هذا مناسب للقيام بعمل بطلب تعاون من طرف آخر أو من طرف ثاني لا تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة وما تتسرع باتخاذ القرارات طبعا القمر زي ما حكينا بما إنه مقابلك تماما فهو بيعطيك إيجابي لكل الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة حتى الزواج والعلاقة مع الأزواج ولكن طاقتك ضعيفة ما مننصح فيها لا الجدال ولا الخلاف وبدك تنتبه لصحتك برج العذراء فيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا إنجزوا فقط ما بوسعكم دون المبالغة في ذلك تنتبه لغذائكم وراحتكم وحاول إنك ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم يعني ما تنشغل بأكثر من عمل في نفس الوقت رتب الأولويات وإنجز أعمالك وما تخليها تتراكم حتى لو تعمل ساعة إضافية كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة الوقت والأعمال اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي حاول إنك تأخذ قصة من الراحة وحاول إنك تهدأ وكون عند حسن الظن إنك ما تعمل أي خلافات خلال هذا اليوم برج الميزان ابتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معهم هاي فترة مثمرة وإيجابية ابتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبيت الدعوات وباستطعتك المبادرة فالظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات للمصالحة برضو وهاي الفترة برضو ممكن تمارس فيها نوع من أنواع يعني تجربة الحظ في بعض المسائل ولكن هي على المستوى التجميلي والمستوى العاطفي هي ممتازة جدا حتى على مستوى علاقتك بالأحبة والأبناء برج العقرب بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصط الأكبر من تفكيركم هذا النهار ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة أو تهتموا ببعض المسائل العائلية أو تظهر بعض الخلافات أو النقاشات أو الأعطال المنزلية ممكن تضطر للإهتمام فيها أو في غيرها يعني في أي شيء العلاقة بالبيت والعائلة أهمي شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية الفترة هاي ممكن تراكم عليك بعض المصاريف الإضافية أو تهتم ببعض المصاريف العائلية برج القوس بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جهر اليوم أنت بتتمتع بسرعة بديها وخاطر وبديها عالي جدا باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح الأفكار الجديدة ممكن تحصل اليوم على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك وممكن تنشط بالتنقلات والاتصالات أو تهتم بمواضيع إلها علاقة إما بصيانة سيارة أو شراء سيارة أو الاهتمام بأجهزة إلكترونية وصيانتها وتصليحها فالاهتمام رح يكون عن نقطتين واللي عنده امتحان اليوم مناسب جدا برج الجديد تم فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي مع هيك بتهتاح احذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن اليوم تعالج استحقاق مالي أهم إش أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال حاول أنك تدقق بالتفاصيل عشان تطمئن خواطرك نوعا ما وتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ حاول أنك تتفائل يعني الفترة هاي مناسبة للأمور المالية فممكن تحصل بعض المكاسب برضو اللي ممكن تيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم برج الدلو بتبدأوا اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعدلكم نشاطكم المفقود أكثر من الأيام الماضية يعني اليوم الطاقة أعلى وأحسن بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي هاي الفترة بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد فترة كانت فيها نوع من أنواع الركود وقليلة من الحركة عليك التحلي بالحكمة والواقعية لإدارة الأمور اليوم بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات عندك أكثر وممكن تستعيد سيطرتك وتحقق نجاح باهر اليوم برضو بتكون ملفت للنظر للجنس الآخر بشكل كبير برج الحوت بيسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي طبعا هذا الضغط رح يظل مستمر لساعات المساء بعدين الأمور بتصير إيجابية عشان هيك بتكون تحاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود خصوصا أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير فلا داعي للانفعال ولا للعصبية ممكن تتدمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس بس أهم شي انكم تحاضروا من البدء في أي شيء جديد بالفترة هاي لأنه فترة وجود القمر في منطقة يعني بيت المتاعب مش مناسبة لهاي الأمور فممكن يتعركس عليكم أو يصير في نوع من أنواع التعطيل أو الفشل لا تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل حاول أنك تنظم أمورك وضاعف مجهودك وانتبه لصحتك ولغذائك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء